السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع أخوكم محمد البوديري أتمنى لكم كامل تكونوا بألف خير وآفية وكانتمنى منكم تتاهموا مع هذا المحتوى باللايك للبارتاج والتعليق وعطيونا إشارة وكل شيء مزيان وصوت الصورة وواضحة في انتظار ذلك أريد أن نسوّلكم إخواني أخواتي ماذا في خباركم من روينا اللي نايدة هاد الأيام في القنيطة؟ ماذا سمعتوا بالأسماء البارزة من الشخصيات السياسية اللي هبطوهم اللبنيطة؟ اليوم سننهضروا على حضلة فضيحة كتعري على الحقيقة الموررة في الساحة السياسية في البلاد فضيحة من العيار التاقي كتكشف لنا كيفاش السياسيين المنتخبين كيتقاتلوا بكل شراصة على الكراسي والمناصي دون ما يضربوا أي حساب لا للشفافية لا للنزار لا للقانون ولا حتى المصلحة ديال المواطنين اللي صوتوا عليهم الموضوع بدأ في المدينة ديال القنيطة اللي ولت مؤخرا مصرح ديال الصيراء السياسي ساخن وغير مصبوح القيصة كتبية لنا كيفاش الصباق نحو رئاسة المجلس الجمائي ديال هذه المدينة؟ ما بقاش مسألة ديال خدمة الصالح الآن ولكن ولا مسألة ديال اقتتال حرب والسيمالات كتمشي فيها الرجوة وتقديم الإغراءات المالية باش يضمنوا الأسوات ديال الناخين في البداية كان قرار من المحكمة الإدارية ديال الرباط اللي قضعت بعزل الرئيس السابع ديال المجلس آنس البوعنان واللي كان من حزب التجمع الوطني للأحرار عزلتهم من المنصب دياله هو وجوج ديال النواب اللي كانوا مكلفين بالتعمير راكم في خباركم راها الخبار في رأسكم المسائل ديال التعمير هاتشي جا من بعد توقيفهم قرار من العامل ديال اقليم مدينة القنيطة اللي قرر باش يوقف البوعنان والنواب دياله وفي شهاري وليوز الماضي بسبب اتهامات في المجال ديال التعمير لكن المصيبة الكبيرة هي من اللي تقرر فتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس من الجديد هنا خرجات أطماع كبيرة وكل شيء ولك يتصابق باش يستفد من اللوزيع ديال المناصب وبطبيعة الحال بيطارق مشبوه ومن اللي كان قوله طارق مشبوه راك نقصده الاستيمالات الانتخابية يعني تقديم الرشاوة واستغلال النفوذ باش يربحوا الأصوات ديال المستشارين آخرين لفضيحة اللي طاحوا فيها عدة مستشارين من مخشلة في الأحزاب عرفات توقيف مستشارين ومشبه فيهم من حزب الحركة الديمقراطية الإجيمائية حزب الاتحاد المغنبي للديمقراطية حزب التقدم والإشتراكية حزب التجمع الوطني للأحرار يعجبوك بعدها بالتسمية ديال الأحزاب ديال ما كان غير الأحرار والديمقراطية أو زيد عليها هاد الناس كلهم متورطين في القضية ديال السيمالة من أجل تحصيل أصوات انتخابية مقابل الرشوة وهذا هو اللي كان سبب في الاعتقال والإداء ديالهم في السجن صوروا معي مستشارين اخذوا اتقال ديال الناس وذا براهم متهمين في قضايا الرشوة وما كانش حزب واحد اللي خلاتوا هذه اللفضيحة بدون آتا فكل واحد فيهم جاب حصة ديالهم من التورق السياسيين يبيعوا ويشريه في اتقال ديال المواطن بحالي لك يبيعوا في شيء سلعة في شيء سلعة في شيء سوق أو جوطية وهذا شيء يريدنا بكل وضوح بأن حب السلطة والرغبة في التحكم ولا تفوق أي اعتبار آخر لفضيحة الأخيرة شملت توقيف مستشارين كثير بزر هذا القرار جاء باش يتم السجن ديالهم في قنيطرة وسوق أربعاء الغرب بسبب اتهامات ديال الارتشاء والرجو من بين هذ الموقوفين كان مستشار من حزب الحركة الديمقراطية الاججمائية ومستشارة امرأة من حزب التقدم والاشتراكي وجوج مستشارات من حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الأسماء التي كانت تتابر مسؤولة واخداش أصوات الناس القطرص اليوم تواجه تهم تقيلة بزاف تتعلق بالرشوة والاستمالة والمشاركة في خرق القانون بحال هذه الأخبار أخواني أخواتي ماشي أول مرة كيسمع بها المواطن وماشي أول مرة ولا آخر مرة قد نسمعه على فضايح الكارسة ولكن هذه المرة كيبان بكل وضع كيفاش الأطمع السياسية والبحث على المصالح الشخصية يخليه بنادر خصوصا الناس اللي من المفروض أنه يكونوا نموذج في النزاهة والأخلاق يتخشاهوا في المستنقع ذي الرشوة والفساد حتى لوذنهم اليوم المواطن المغربي يتساءل بكل حرقة فين هي الوطنية؟ فين هي الأمانة؟ السياسيين اللي مفروض يخدموا المصلحة العامة ويدافعوا على مصالح الناس كيبانوا اليوم كيفاش يتخبطوا في البحر ذي الفساد وكيفاش يتقاتلوا على الكراسة بطرق مشينة ومشبوهة طرق كتشوه صورة العمل السياسي في البلاد دينا وكتخلينا نطرحه أكثر من علامات السفاء حول النواية الحقيقية للناس اللي كيتقدموا الانتخابات دابا إخواني أخواتي من بعد هذه الاعتقالات كثير من المغاربة عبروا على ارتياحهم من بعد ما سمعوا خبر اعتقال مستشارين ورؤساء جماعات بسبب الفاسد وبزاف دينا المغاربة يقولوا باللي هاد النوع ما الاجراءات يعني الاجراءات القضائية ضد الفاسدين كيعطين أمل في المستقبل وكيقوي التقى دينا المواطن في محاربة الفاسد ولكن الناس بغين الصرامة دينا بصح عقوبات قوية تصل حتى العشرين اعلاش لنا لأي واحد فاسد مع تجريدهم من الممتلكات اللي تكدسات على ضغار المال باش يكونوا عبر كل واحد يحاولين نهب فلوس الشعب من السياسة او من المسؤولين بعض المغاربة يطرحوا الان اسئلة صادمة اعلاش هاد المنتخبين يتقاتلوا على المناصب والرئاسة بحال هكبر الجواب واضح ايت الغانيمة كبيرة بزاف والمصاريح تشجعهم عن استماتة في الاقتتال عن الكراسي حيث يعرفوا الفساد يربح مزيان وليس هناك زجر قوي الذي يردع وهنا بزاف المواطنين يوجه تحية حارة للنيابة العامة القنيطرة والقضاء فيها وعينهم على باقي المدن المغربية الأخرى وحتى على واحد المجموعة من المشاريع التي كانت في مدن عدة في الرباط في كازا مراكش طانجر فاس ووجدة وغيرها وغيرها والذي بلا شك يتم إنفاق الملايير فيها بدون حيث في المغربة الآن يطالبوا بتكثيف الاعتقالات وفتح تحقيقات أعمق ما أكل مش شبه أو فاسي ويرجعوا اللوم حتى المواطنين براسط الذين يرهنوا عن الفساد مقابل مئتين درام زرق ألاف ولا وجبة مجال الزردة رأي الشعب ينتخب الفاسدين كي يساهم في الجريمة وما يبقى مجرد ضحية خاصنا أخواني أخواتي نقاطعوا بيع الأصوات ونكونوا واعيين بالتغيير كي يأتي من اختيار الناس الشرفاء والصادقين في الخدمة وما يرونه ورش الملكي لمحاربة الفاساد ستعلم ويعطي التمار ويوجه تحية كبيرة للقضاء وأجهزة الأمن المتبعين هذه الملفات هذه الناس يؤكدوا بهم حتى واحد في هذه البلاد ما يبقى عنده الحق في التساول مع اللي يأكلوا الملعم وينابوا خصوصا من بعد النداءات الملكية بالتحلي بالروح الوطنية ومضاعفات الجهود لتحقيق التنمية في البلاد فاللي يتجاهل مصلحة الشعب ويستغل المنصب ديال ويجمع التروى على حساب الناس رهما عند بباح التضامير ولا دين ولا ملة ونزيده نقوله مرة أخرى ره خص وزارة العدل في شخص الوزير عبدالطيف يخرجوا علينا بشي آلية جديدة حازمة بشي تم تطهير الحياة السياسية والمشهد السياسي في البلاد من كل الفاسدين اللي يقول لهم معروفين بالأسماء وبالصيفات والنعوت ومبقى حتى شي واحد يتفاجأ من الأسماء اللي قطيح واحدة مورة واحدة خاص لوزير وهبي اتخذ خطوات شجاعة جدا ماشي غير بالاعتقالات فقط ولكن حتى بالوضع أو بوضع قوانين وقرارات صارمة تمنع الفاسدين من تولي أي مسؤولية مستقبل وتراقب حتى التصرفات دياله وتحاسبهم على كل تجاوز أو خرق للقانون أو تلاعب مصارح الناس أو اختلاص ولو فلسوا أحد في هذه البيتة المغرب ما بقاش قادر إخواني أخوتي على تحمل تابعات ديال الفاساد اللي كان خرف المؤسسات دياله والأحزاب السياسية خصت دير مراجعات جذرية وتعلنوا الحرب على الأسماء اللي كتلت تخصم عليك المغاربة يطالبوا من الوزير وهبيبش يدير إصلاحات كبرة وعاملة ويخلق آليات جديدة لتحقق الشفافية والنزال حيث ما بقاش كافي فقط نعتاقلوا أو نحبسوا الفاسدين بل خاصنا نحيدهم نهائيا من مراكز القرار المسحوا باباهم من الخريطة ونحمية والمؤسسات ديال بلادنا منهم ومن شرهم المغاربة بغين يشوفوا إجراءات صارمة وقوية بحال المنع النهائي من ترشح لأي من سيف عمومه لأي واحد تبت التورط دياله في الفاساد السابقة والزجر لكل مسؤول كي يبان عليه النهب والصيغل النفوذ أو علامة النعمة ديال الفاساد لو زي الوهبي خاصوا يحرك هذا الملف بكل قوة وبغين أن نسمعوا غواته في البرلمان ضد الفاساد والفاسيد بغين أن يفتح باب المحاسبة على مصراعية حيث المواطنين المغاربة يعرفوا الفاسيدين مزياد وكل شيء واضح أمام الناس غير فقط يتسنوا يد القانون توصل لهذه المجرمين ويقولوا بارك من اللعبة بمصالح الشعب ماشي غير وزارات العدل اللي خاصة تحرك إخواني أخواتي راح تلقضاء المغربي حتى هو عنده ضاور كبير في هذه القضايا وعليه مسؤولية تاريخية كبرى في هذه اللحظة بالدات خاصة القضاء المغربي يتبه هات الملفات ديال الفاساد بكل حزب ويفتح تحقيقات دقيقة ومعمقة حيث بحالات الجرائم ما تجيش من فراغ كي نحسي مالات كبيرة بوجود شبكات وأطراف خافية التي تساعد هات المستشارين والمسؤولين على التلاعب بمصالح المواطن والنهب والإختلاص من المال خاصة القضاء سواء القضاء الجالس أو الواقف الذين يحقوا في هذه القضايا أو كانت ضروفية يزيد ويسوي الأبحاث ديالهم أكثر فأكثر ويفتحوا أو يستمروا في النبش في كل التفاصيل سواء كانت تفاصيل صغيرة أو كبيرة حيث أنا شخصيا ما كان السبعاتش تكون دائما أطراف أخرى توقف وراء هات الجرائم سواء من الناس يخطوا من وراء السيسار أو من طرف أشخاص يستغلوا المناصب والنفود باش يزيد الفساد يطغع ويتجذر ويتجبر في بلاده التحقيقات المعمقة هي الحل الوحيد باش نكشفه على كل حلقات الخافية فات الشبكة ديالفساد ونوقفه بشكل نهائي حتى الناس اللي يغطيه على هد الأفعال الإجرامي القضاء خاصه يخدم بكل استقلالية ويضرب بقبضة من حديد ويفتح الباب لكل معلومة أو خيط يوصل لحقيقة الشبهات اللي كتروج في العديد من المؤسسات الوطنية المغربية راه يمكن الأبحاث تورينا تورط أسماء أخرى وتكشف لنا على واحد المجموعة من الأقنية اللي كانت كتحاول تبقى في المناطق ديال الظلم بلا ما تبان للرأي العام أو تحت الأضواء وتستفد من الوضعية باش تجمع الطراوات وتكون شبكة إجرامية ديال المصالح اللي كتحميها من أي مساءلة قانونية بطريقة أو بأخرى المغاربة بغين يشوفوا قضاء قوي كي يلاحق الفاسدين كيف مكان مهما كانت أسماءهم أو الصيفاتهم أو مواقعهم في المسؤولية أو في الموجبات بغين القضاء المغربي ديالنا يكون أكثر جرعة ويدير النبش العميق في هذه الملفات باش يبان كل متورق ويتحاسب على أفعال الشرير وباش يتنقل مشهد السياسي والإداري في بلادنا من هات العناصر اللي عند بابها لا ولاء البلاد ولا حشرام لحقوق المواطن الخطوة الكبيرة اللي خاص القضاء يديرها الآن هي أنه ما يبقاش حصر القضية فقط المسؤولين المباشرين عليها ولكن بغين القضاء يوسع الدائرة ويشوف شكون يحرك الخيوط من وراء السيطة وشكون يساعدهم باش يستمروا في تلاعب بمصالح المواطنين خلاصة القول إخواني أخوات هذه الفضيحة السياسية لهزات مدينة القنيط كتعلمنا ذروس كثيرة جدا كتبين لنا بأن بعض السياسيين ما كيهمهمش لا النزاء ولا الأمانة كي يستعملوا جميع الوسائل القادرة الوسائل غير القانونية باش يوصلوا لمناصب ويقسموا الكعكابيناتهم ويسمنوا الحصابات البنكية ديالهم سواء هنا في الداخل أو في الخارج على حساب مصلحات المواطن بهاد المناسبة كتعطي المغاربة رسالة مهمة بأن وعي المواطن وقوة المراقبة ديالهم هي اللي غال يتخلي الفاسدين يحسوا بالضغط ديال الشارع ويضعفوا أكثر وما يزيدوش يستمروا في التقوي علينا هاد الناس غولوا بزاف وكي يستأسدوا علينا كي نهبوا خيراتنا وكي همشونا وما كي حقوش ذاك الشيء اللي يوعدونا به في كل انتخابات هاد البلاد اخواني أخواتي ما كتستحقش نهائيا اللي يلعب او يتلاعب بالتقى والكرامة ديالهم الاخير المغاربة كوجه رسالة قوية كي قولوا بصوت عاني لكل الفاسدين بغين الصرامة الصرامة الحقيقية اللي تردع كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد حيث فعلا اخواني أخواتي ما بقاش عدنا نهائيا اي هامش للتسامح مع الفساد او الفاسدين في هذه البلاد السعيدة كانت منها من كل الاخوان والاخوات اللي شاهدوا هاد البت او هاد الحلقة يديروا لي ويبارت اجيو الفيديو واحتفت التعليقات ديالهم هنا في ركن التعليقات فالتعليقات ديالكم وآراءكم كتهمنا بزاد وكتطينا صورة واضحة علشنو بغي المغارب السعودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل وتحياتي للجميع مرة اخرى قضية جديدة مع محمد البودري على قناة كلاش تيفي